تطالما وصف الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية بالعقبة الأكبر أمام إقامة دولتهم المستقلة وقد تتنوع أسباب المستويات الرسمية والشعبية لكنها تعود لتتفق على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية حرق للمقتنيات والأراضي الزراعية هجمات يومية من المستوطنين وأعمال بناء لا تتوقف مفردات تقول الفلسطينية عائشة فرح أنها لا تفارق حياة عائلتها لا سيما وأنهم يعيشون بجوار مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية المقامة على أراضي مدينة رمالا وقراها هذا الحجار من هنا راجم علينا حجار يرحلوا لنرحل نحن لا نرحل والله ما راحلين نحن صاحبنا البلد والدور إننا ونحن صاحبنا البلد الأساسيين هم يلمبوا اللقاية اللي جابوهم وروحوا فيهم على بلدهم النشاطات الاستيطانية تسببت بوقف المفاوضات المباشرة قبل ثلاث سنوات استمرار البناء في المستوطنات سيوصل المفاوضات المباشرة الحالية لذات النتيجة بحسب تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية كل الاستيطال الاستعماري حسب قرارات الشرعي الدولي وقلون الدولي وغير الشرعي وغير خلالهم ما فيه في مدينة القدس المحتلة بعدون عام 67 فبالتالي أنا أعتقد أن العودة إلى هذه المفاوضات دون وقف هذا الاستيطال الاستعماري هو خطأ كبير إسرائيل خلال الست شهور الأولى من عام 2013 أصدرت عطاءات 400% مما تصدره في كل عام ويقدر عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية بنحو 410 مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يعني للفلسطينيين العيش في أرض مقطعة الأوصال من مدينة رامالله إيمان عريقات بي بي سي